في موضوع آخر قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه تم إقاف مهجر مدينة تاورغا في منطقة جرارت القطف وهراوة مؤكدة وجود نحو 200 أسرة حتى اللحظة في المنطقة المذكورة وضفت البعثة في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه على الرغم من الاتفاق الأولي من قبل الأطراف المعنية فإن نازح مدينة تاورغا يمنعون من العودة إلى مسقط رأسهم كما لفتت البعثة إلى أنه في الأول من فبراير بدأت العائلة النزحة إلى شرق البلاد وجنوب وغربها في العودة إلى مدينتهم ترجمة نانسي قنقر